بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلامة ورسول الله صلى الله عليه وسلم مر الحسن البصري على جنازة والعجيب أنه وجد أربعة فقط هم الذين يحملون الجنازة وبجوارهم امرأة عجوز فتعجب فقال والله لابد أن أكون خامسهم فظل يسير معهم حتى ما اندفن هذا الميت في قبره وانصرف الأربعة وظلت هذه المرأة المسكينة تبكي وتدعو الله عز وجل وفجأة ابتسمت ثم تركت القبر فجرى سيدنا الحسن البصري خلفها ليعرف ما هي الحقيقة فقال لها دلين ماذا حدث فقالت له دعك عني لن أخبرك بشيء قال لها أنا الحسن البصري وأنا من علماء المسلمين فقالت له أما أنك قلت أنك من علماء المسلمين فسوف أقص عليك هذا الخبر ابني هذا الذي دفن وقد اكترف كل أنواع المعاصي وكان فاجرا فجرا شديدا لم يترك كبيرة ولا صغيرة ولا معصية إلا فعلها حتى أن الناس كانوا يكرهون فدعوت عليه من كسر المعاصي فأصابه الله بمرض شديد وبعد ذلك تاب ولما تاب حسنت توبته ثم بعد ذلك أوصاني وقال يا أمي إذا ميت فضعي قدمك على خدي وقولي هذا جزاء من يعص الله ثم بعد ذلك استأجري أربع لا تخبر أقارب أن يدفونوني لأنهم سيلعنوني وسيدعون علي لأنهم لا يعرفون توبتي ويعرفون معاصي الكثير التي فعلتها وفعلا نفذت وصيته ثم قال له بعد أن تدفنيني أدعو الله عز وجل عند قبري وانتظري ساعة حتى يريك الله في أمري شيئا سبحان الله فقالت فعلت تماما مثل ما أوصاني وضعت قدمي على خده واستأجرت له أربع مثل الذي رأيتهم ثم بعد ذلك دعوت الله عز وجل له وفعلا قد راني الله عز وجل خبر خير فقال لها الحسن البصري وماذا رأيتي قال لقد سمعت ابني ينادي ويقول يا أماه انصرفي راشدة فقد وجدت ربي أكرم الأكرمين هذه قصة جميع جدا حين استفيد منها حالات مهمة أن الله سبحانه وتعالى يفرح بتوبة عبده ما يفعل الإنسان من معاصي مهما كانت فإن الله سبحانه وتعالى إذا تاب إلى الله فإن الله سبحانه وتعالى حتما سيقبل ساء توبته لأن ربنا عز وجل هو أرحم الراحمين وهو أكرم الأكرمين وسبحانه وتعالى القائل قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الزنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم في درس مهمة جدا نستفيد من هذا القصة الإنسان لما يتوب وتحسن توبته ويكون قريبا لله سبحانه وتعالى بيبقى عنده شغفية بيعرف حتى ما كانوا عند ربنا إيه هو عرف إن ما كانوا عند ربنا كبير وعرف إن ربنا تاب عليه وأصبح بينها وبين الله حب وودة عظيم جدا فقال لها لا تنصرفي من أمام قبري بعد أن تدعو لي حتى يريك الله في شأني أمرا وسبحان الله ربنا عز وجل أراها خيرا لأنه أراد أن تطمئن هي عليه لأن الله سبحانه وتعالى قد تاب عليه موسيقى